وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَتَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجْدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُمْ تَوَلَوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَعُ حَزَنًا أَلَّا يَجْدُوا مَا يُنْفِقُونَ جاء أبو ليلة وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما عادا أدراجهما وهما يبكيان هذا بكاؤهما على فوات طاعة فكيف يترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية إنه حال المؤمن الحق يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه ثم لسبب ما حال بينه وبينها فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه أكثر خلق يحبه الله سبحانه من العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما وكان علبة بن زيد فقيرا لا يجد ما يتصدق به فقام فقال يا رسول الله إني تصدقت بعرضي على كل من ظلمني فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علبة بن زيد فقام وقال ها أنا يا رسول الله فقال له إن الله قد قبل منك صدقتك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية شيخ جليل طاعن في السن حرم الولد لسنوات فلما رزق ولدا وتعلق قلبه به جاءه الأمر بذبحه فما تلكأ ولا تباطأ كان يعرف تماما أن رؤية الأنبياء وحيه فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمه لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام أمره بذبحه ثم تقلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها فكان المطلوب ذبح هوا إبراهيم في إسماعيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى العبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة فيقول يا رب هذا كتاب غيري قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى ذهب عملك باغتيابك للناس احذر أن تتعبد الله لغيرك أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطرة ولمن أكلت ماله ولمن اعتديت على عرضه ولمن سرقت وظيفته بالواسطة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كان ابن القيم رحمه الله يقول خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله وفي الأثر إذا تاب العبد نادى مناد أن فلانا قد اصطلح مع ربه إن الإنسان إذا كان له حبيب من الناس فحدث بينهما غصام فإنه يتفنن في استرضائه ليعيد المياه إلى مجاريها والله سبحانه أحق أن يسترضع فإذا جئت بعمل يخدش الحب الذي في قلبك لله فتفنن في استرضائه كما لو كان معبوبك من الدنيا تارة بالصدقة وتارة بالاستغفار والصلاة والقرآن فإن النبيل من الناس إذا استرضي رضي فكيف بالله وهو أرحم الراحمين قرة عين لي ولك هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام فقال لها فرعون يكون لكي وأما أنا فلا حاجة لي به ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها ولكن الله حرمه ذلك القدر موكل بالمنطق فتفائل بالخير تجدوه الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس فلن تكون عليه إلا كذلك والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خسرة فلن تكون له إلا كما قال أحسن الظن والمنطق فربما أتي المرء من قبل لسانه قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولو أنك تتبعت وصف ربنا لأكثر ناس في القرآن لوجدت أنه يقول فيهم لا يعلمون لا يشكرون لا يعقلون بالمقابل فإن ربنا يقول وقليل من عبادي الشكور فلا تركا إلى الناس كثيرا قدم الذي عليك وسلم الله الذي لك قال الإمام أحمد لحاتم الأصم كيف السبيل إلى السلام من الناس فقال له تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم ويؤذونك ولا تؤذيهم وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك فقال له الإمام أحمد إنها لصعبة يا حاتم فقال له وليتك تسلم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إنها النميمة مفرقة الجماعات وهادمة العلاقات وما أكثر النمامين إذا تكلم أحد بحق أحد بالخير في غيابه لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به وإذا تكلم أحد عن أحد بسوء في غيابه سعى كثيرون يوصلونها إليه وقد دأب الصالحون قديما أن يغلقوا الأبواب في وجوه النمامين فعن الفضل بن عياش قال كنت عند وهب بن منبه فأتاه رجل فقال له إني مررت بفلان وهو يشتمك فقال له وهب أما وجد الشيطان رسولا غيرك فلا تكون رسلا لشيطان إن امتناع إبليس عن سجدة أمره الله بها كان سببا في طرده من رحمة الله ولكن لو تأملنا في حال إبليس وفي حال تارك الصلاة من المسلمين لظهر لنا العجب إن إبليس رفض السجود لآدم وتارك الصلاة يرفض السجود لرب آدم فسبحان الله ما أرحمه وما أحلمه على هذه الأمة إنه ينادي عباده للعودة إليه صباح مساء مهما عظم الجرم وكبرت الخطيئة وطال الهجران يقول يحيى بن معين ما رأيت أحدا مثل أحمد بن حنبل صاحبناه خمسين سنة فما افتقر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير وكان رحمه الله يقول نحن قوم مساكين تواضع المال الذي يجعلك متكبرا فقر والعلم الذي يجعلك مستعليا جهل والمنصب الذي يجعلك جبارا انحطاط والقوة التي تجعلك باطشا ضعف الغنى والرفعة والعلم تجدها عند المتواضعين نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك ويا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يربط على القلوب اعلم أن ما أصابك لم يكن ليفتأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ويقول الحسن البصري إن إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ليعطيه الأجر ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور نزل الإمام أحمد إلى سوق بغداد واشترى حزمة حطب وجعلها على كتفه فلما رآه الناس أسرعوا إليه ترك أهل الدكاكين دكاكينهم وتوقف المارة يسلمون عليه وكلهم يقول له نحن نحمل الحطب عنك فاحمر وجهه ودمعت عيناه وقال نحن مساكين ولو لا ستر الله لفتضحنا تعلم أحمد بن حنبل التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم أنه كان يحل بشاته ويخصف نعله ويقيط ثوبه ويسابق زوجته عائشة ويمسح دمع زوجته صفية وعندما تقسم أصحابه العمل في ذبح الشاه فقال أحدهم أنا أذبحها والآخر أنا أسلخها قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجمع الحطب الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاها للناس وإنما يكتبون ما تقوله في مواقع التواصل أيضا الكلمة الطيبة في صحيفة الحسنات والكلمة الخبيثة في صحيفة السيئات وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك فإن لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أمر تضيق الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منها ثم يأتي الفرج من الله سبحانه من كان يعتقد أن هاجر التي كانت ترقد بين الصف والمروة بحثا عن شربة ماء سينفجر بين قدمي ابنها ماء زمزم لا ليشربهما فحسب وإنما لتشرب الأمم حتى يوم القيامة هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عين أشدة بتراء لا دوام لها هكذا يقول ابن القيم كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات فلا تيأس وثق بربك فإن أعظم العبادة انتظار الفرج إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين تأملها جيدا لأبيه اعرف أين ستضع سرك ليس كل إنسان يؤتمن وليس كل موضع يصح فيه البوح لا تختلط بأكملك بالناس وترك شيئا منك لنفسك قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا كل الأسباب كانت تقف في وجه زكريا عليه السلام هو يريد ابنا وكل طرق مغلقة وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر فمن أين يأتي الولد وقد اجتمعت كل هذه السدود ولكن زكريا عليه السلام كان يعلم أن الله قادر فلما أفرغ قلبه من التعلق بالأسباب ولما رآها لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعلق قلبه بربه وحده جاءه النداء الجميل يا زكريا إنا نبشرك بغلا من اسمه يحيا من عامل الله باليقين سخر الله له المعجزات فافسحه يفسح الله لكم الآية نزلت في الإفساح بالمجالس ولكنها أعم من هذا المعنى وأجزي العطاء كل من وسع لمن اشتدت به وسع الله عليه وكل من جبر خاطرا جبر الله خاطره وكل من أسعد قلبا أسعد الله قلبه وكل من خفف وجعا خفف الله وجعه وكل من مسح دمعه مسح الله دمعته لا أحد أكرم ولا أوفى من الله سبحانه وصنائع المعروف تقي مصارع السوء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هكذا وحدك فردا بلا المال الذي جمعته ولا المنصب المرموق الذي شغلته ولا العائلة الكبيرة التي كنت تحتمي بها أنت وأعمالك والله عندما نام السلطان سليمان القانوني على فراش الموت قال لمن حوله إذا ميت فأخرجوا يدي من التابوت ليعلم الناس أنه حتى السلطان قد خرج منها فارغ اليدين لا بأس أن يعمل المرء لدنياه ولكن دون أن ينسى آخرته ولا بأس أن يجعل بيته جميلا ولكن دون أن ينسى قبره قليلا ما تشكرون كان أحد الصالحين أقرع الرأس أبرس البدن أعمى العينين مشلول القدمين واليدين وكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه فمر به رجل وقال له أعمى وأبرص وأقرع ومشلول فمما عافاك؟ فقال له ويحك يا رجل لقد جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا للأسف يعتقد الناس أن المال هو فقط النعمة التي تستحق الشكر وينسون الأعين التي ترى وفي الدنيا عميان والأيد التي تأخذ وتعطي وفي الدنيا مشلولون والأرجل التي تمشي وفي الدنيا مقعدون فياربي لك الحمد